فادي العروري هو مصور فلسطيني من مدينة رامالله موليد عام 1983 نال درجة البكالوريوس في الصحافة والعلوم السياسية من جامعة بيرزيت فعلا بدأ حياته في الصحافة والتصوير من عام 2005 كان له عدة أعمال بصحيفة الأيام برويترز العالمية كمان بوكالة معن للأخبار وهو مصور محترف لعدة وكالات وصحف ومجلات ومطبوعات عربية وعالمية إلى جانب نجاحه كان الخطر والرصاص حاضرين في مشواره المهني الكاميرا هي صديقته وسلاحه الله يصبحك بالخير فادي سبعا خيرا فادي كيف بتعرف عن نفسك من خلال أغرب تجربة أو صورة قمت فيها؟ يعني أنا بعرف عن حالي أنه مصور الشارع أكيد جداً بعشق أنه الحياة اليومية والتصوير اليومي لحياة الناس ممكن من أجمل الصور اللي أخذتها إلى صورة مسن فلسطيني بالحطة المناسبة كانت بسيطة كانت باحتفال يوم التدخين العالمي بس كانت الصورة كثير بتعكس المسن الفلسطيني اللي عايش بالأرض هنا مع الحطة مع تجعيد الوجه اللي بتحكي تاريخه فهي كانت من أجمل الصور اللي أنا بحبها ويفزت فيها بجائزة خبر حوالي ثلت سنين طب فادي إيش المهمة الأصعب بالنسبة لمصور محترف في التصوير يعني إحنا بحكم طبيعة الوضع اللي إحنا عايشينه والاحتلال الإسرائيلي والمشاكل صارت قبل حوالي أربع خمسة سنين مع حماس صار إحنا إحنا في مشكلة كبيرة إنه إحنا بدنا نكون موضوعيين بدنا نكون حياديين بدنا ننقر الصورة الفلسطينية بشكل كامل وبدنا إحنا دايما نكون الحصن الإعلامي أمام الاحتلال وبين فكرة الناس عن الإعلام فكرة الناس عن الإعلام يعني من حوالي سنتين لتلت سنين بلت تتبلور أكثر قبل كنا نعاني مشاكل كبيرة مع الناس لدرجة أنه إنتوا لو أنا بد أصور قصة بالشارع أكثر الناس كانوا مش كتير بتجاوبوا مع المصور اليوم بعد ما الناس بتشوف الصورة كيف أبعادها كيف الصورة عم تحكي كيف الصورة عم تعكس الحياة الفلسطينية وكيف تعكس الصورة الفلسطينية سيتفعل مع المصور أكثر وهي فعلا الصورة أقوى يعني وسائل الإعلام تأثيراً كمان رغم أنه صعب التقاطها يعني المصور ممكن بيعجز عشان يطلع الصورة بتحكي وصورة بتعكس كل القصة يعني في خلال ثواني وبخبش عليك أحسن وأنجح الصور هي اللي بتلتقط صدفة وبسلطقة بدون أي تخطيط مسبق كثير صور عالمية كان يصدف أن المصور موجود في اللحظة المناسبة وأنه جاهز فعلاً عشان يلطقتها وكانت تكون كثير ضربة والمصورين الفلسطينيين بشكل عام حققوا صور ضربت ووصلت القصة الفلسطينية البعيد عشرات المصورين الفلسطينيين شاركوا بعشرات المعارض بره وعشرات الكتب وعشرات المسابقات وعملوا إنجازات كبيرة أنا شخصياً بحكيش عن حالي أنه أنا مصور وصلت لدرجة من المصورين المحترفين من الجيل الأكبر مني لأنه أنا جيت بفترة شوية هنكون هادئة أنا ما عصرتش الانتفاضة وفترة الشغل والفترة اللي كان بس أنت كمان فادي دائماً موجود بالميدان وعلى لسان أحد من الشباب قال أن وجود المصور فادي عروري هو كان ينقذ حياتك كثير من الأشخاص يعني وجودك في كثير أحداث سؤالي لإلك في هاي التغطيات كيف تقدر تتحكم بإنك تصور الحدث أو إنك تكون جزء منه هو صعب صعب أو شبه مستحيل إنو أنا أكون جزء من الحدث وإن أصوره بس يعني بعد إصابتي في 2007 ممكن إحنا نتطرقنا لاحقاً أنا بلشت أخاف على سلامة شخصياً وعلى سلامة الزمرة يعني بطلع للتغطي من منظور تاني مش للصورة نفسها بطلع على أبعاد الصورة على الجو المحيص إياه وخصوصاً في المواجهات الشباب الزهار اللي طالعين ممكن هم لسا مش متفاعلين مع كيف التغطي كيف الوحن لازم يغطي بطريقة صاح كيف لازم يكون سلامته بالدرجة الأولى يعني قبل الصورة وقبل كل شيء فأنا حالياً بطلع بشكل متوازي بين إنو أنا كيف أصور وأنا كيف أكون عايش وجوه الحدث يعني تعذيقاً على حديثك هذا كمان يعني أنت كمان تعرضت وكان في عندك إصابات جداً يعني عديدة كمان خلينا نشوف هذا المشهد ونشوف تعليقك عليه خلينا نشوفه مع بعض هاي كانت إصابتك في اجتياح رمالله بالأربعة واحد 2007 يعني هي الإصابة الخطيرة الوحيدة اللي حصلت لي وكان يعني شبه قاتلي بالنسبة إلي تجربة كانت صعبة ممكن بالنسبة لعائلتي وأصدقاء أكثر ما كانت إلي أنا شخصياً لأنه المصاب والمريض هو يعني بعيش تجربة يعني وحدة بغض النظر وين بيكون يعني بقدر حكيليك أنه كانت مرحلة مفصلي بحياتي شخصياً من اللحظة هاي أنا لحد اليوم أنا سلامتي أولاً سلامتي وراحت بالي وراحت بال عائلتي أولاً قبل أي كل شيء هو ممكن اللي خليني لحد من 2007 لحد اليوم صامت بدون إصابات خطيرة يعني تعرضنا لشوية أحجار شوية مطاط بس منه شغلات روتينية بحكم طبيعتنا وحكم عملنا يعني بتتفق مع جملة أنه لا تسمح للصورة أنه تكلفك حياتك بالنهاية أكيد يعني من الغذاء أنه إنسان يرمي حالو للموت علشان علشان أي شيء مش بس عشان الصورة بالنهاية إحنا موجودين عشان عشان نعيش وعشان نخدم وطننا وعشان نخدم عائلاتنا ونخدم أحبابنا ونخدم أصدقائنا وأكيد ما فيش أي دين وفيش أي شيء بالعالم بيحكي لك أنه أنت لازم تموت في سبيل شيء صحيح ممكن تقدم كل شيء بتقدريه يعني إلى درجة معينة بس أنه خطورة الموضوع لازم تعطيكي خط أحمر وضو أحمر لازم توقف لحدهم فدي إيش هي مميزات المصور الناجح برأيك؟ يعني اليوتيوب شخصيا أنا بدي أحكي لك أنه أكبر معلم حالي كيف؟ أنا شخصيا بقضي فترة كبيرة على اليوتيوب أني بطلع على خبرات مصورين على طرق تصويري كثيرة لأنه إحنا هون عايشين ضمن احتلال وأنه إحنا موضوع التصوير لسه مش متوسع بطريقة كبيرة خلاني أحكي في موضوع الأزياء وموضوع الدعايات والشغلات هاي اللي هي بتبين أن المصور محترف تقنيا أكثر مصور الحرب هو مصور بيكون محترف أكيد بس التقنية مش بتكون كثير عالية ومطلوبة منك خاصة تكون بعيدة عن التعامل مع الإضاءة بيكونش في تغطية استثنائية يعني الواحد فيش لديك مجال لك تتحكم بالوقت الوقت هو اللي بتحكم فيك في الشغلات هاي بس في الأمور اللي فيها تقنيات إحنا يعني كفلسطينيين ضعيفين جدا بالأمور هاي بمضي وقت كبير في دراسة أمور الإضاءة كيف إحنا ممكن نستفيد من الكاميرا بطريقة صحيحة العدسات العواكس الفلاتر الشغلات هاي والهي الشغلات اللي ممكن تفتح عن أفاق كبيرة بالمستقبل إذا فتحت السوق وإذا كان فيه يعني سلامة بشكل كامل وإذا كان فيه استقرار وإذا النازل فتحت أكثر على مهند التصوير بس نحكي عن المصورين فيه هل فيه مصورين دعموك أو هم كانوا مصدر إلهام لإلك بمسيرتك يعني مصدر إلهام لا فيش مصدر إلهام لحد اللحظة أنت مصدر إلهام نفسك مصدر إلهام هو كل مصور فلسطيني يعني أنا اشتغلت جنبا إلى جنب معه وكل المصورين الفلسطينيين اللي أكبر مني بساعدوني بدون أي استثناء وأنا يعني بقدرهم بحترمهم وأنا شخصيا مرات بحسوني أني حاد شوي مع الجيل الجديد بس أنا مش حاد معهم أنا بكون حاد لأني خايف عليهم وحاب أنهم يتعلموا ويكتسبوا أكثر أكثر شي المصور الناجح لازم يتعلم من أخطاءه لازم يشوف أعمال غيره ما فيش مصور فلسطيني وصل قيمة مقارنة مع أصغر مصور عربي خلا نحكي بناشي نقول لك مصور عالمي رغم أنه إحنا عايشين في منطقة حرب درجة أولى لأنه المصورين الفلسطينيين ما تعلموش الأمور التقنية اللي إحنا لازم نتعلمها أكثر يعني حكيتك الأمور التقنية هي اللي بتميز الصحفي عن صحفي تاني المصورين الحروب بالنهاية ممكن تكون أعمال لهم شبه متقاربة بس التقنية اللي بتحكمه إنتي مصور صاروخي فعلا أو إنتي مصور محترف فقط إيش أكثر تجربة تعلمت منها؟ إنت أكيد إصابتي إصابتك طيب إيش هي خطتك المستقبلية فادي إني ما نصبش مرة تانية أكيد إن شاء الله يعني أكيد بيتمتمنى لك دائما وخطت المستقبلية إني وأنا بلشت فيها تقريبا من حوالي سنة إني أخفف شوي من التغطيات الخطيرة وأتوجه للأمور التقنية أكثر وعلى أمل أنه إحنا على أمل أن أكون أنا مستعد إذا كان في قابلي للسوق الفلسطيني أنه يستوعب المهند التصوير بالضبط أنا يعني عمالي من حوالي ست شهور بلشت أوثق في شوية أمور لأنني بحاول أني أعمل تجربة توثيقية كبيرة لإشي فلسطيني معين إشي ما حدا ما عملوش بس لساتنا في البداية لساتنا ببلور الفكرة يعني إحنا بدنا دائما كاميرتك كمان تكون حاضرة بيننا وبالميدان كمان نتمنى لك التوفيق فادي وبانتظار كمان أعمالك المستقبلية شكرا شكرا كتير لك عوقتك أما هلا خلينا نشوف فاصل أفستوب ونشوف شو حضروا لنا